استقبلت ريكا فيكا الاثنين منتخب ايسلندا لكرة القدم استقبال الابطال بعد عودته الى بلاده غدة خروجه من ربع نهائي كأس اوروبا 2016 المقام في فرنسا واحتشد عشرات الالاف من الاشخاص لاستقبال البعثة الايسلندية وحلقت الطائرة التي تقل افرادها على علو منخفض فوق المحتجدين قبل ان تحط في مطار كافلا فيكا على بعد 40 كم من العاصمة واستقل اللاعبون حافلة فخمة طفت بهم شوارع ريكا فيك وتبعهم عشرات الالاف في الطريق الى ساحة ارنر هول حيث اقيمت شاشتان عملاقتان لنقل المباراتين الاخيرتين للمنتخب الايسلندي المدرب السويدي كان راضيا على اداء فريق حيث قال ما قدمه اللاعبون هو عمل رائع اما المهاجم كولبين ثيك ثيرسون مسجل احد الهدفين في مرمى فرنسا فقد قال هذا حلم ان نحظى بهذا الاستقبال والدعم نحن فخورون لاننا استطعنا اسعاد بلادنا اشتركوا في القناة